تكلمتم سبقا سلفا عن إيجارات البيوت القديمة وعن بقاء المستاجر فيها بغير حق في بلد عربي رأى حلا لهذه المشتوى قرقا ومن يمنح المستاجر كذا 40% من قيمة البيت و60% للمالك حتى لا يروي المستاجر هل المبلغ الذي يأخذ المساجر حرام ويرجع البيت لمالكه على كل حال حبيبي يبدو أن نازلة بهذا التعقيد لا تسأل فيها عبر البحار إنما يسأل فيها الفقهاء القريبين من هذه النازلة المخالطين للمجتهدين فيها مسألة معقدة لأن نتيجة مظالم متراكمة عبر سنين وعندما تأملوا في حل هذه المشيئة قالوا لو أننا قلنا فجأة خلاص من حق الملاك أن يستعيدوا عقاراتهم سيرمى بملايين الأسر في الشوارع تنبق بلا زمنية موقوطة تحرس ما تحرس من الفوضى والخراب والدمار فهم يجتهدون في إيجاد حلول يقاربون فيها وأنا لا أرى نفسي أنني أهل أو مستعد للدخول في هذه المسألة فأنا فقط أعلنت المبدأ أن الامتداد القانون لعقد الإيجار تم باسم القانون ولم يتم باسمه الشريعة وإن الحد الأدنى لبراءة الذمة استرضاء المال بأجر معقولة عادلة حتى يمكن أن يستقر فيها وإلا فالدار مغصوبة وفي صحة الصلاة فيها النظر أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد اللهم آمين اللهم آمين